السؤال الرابع عرف الفوالق الفالق هو كسر في كتل الصخور ولكن يصحبه إزاحة أو انتقال في منسوب الطبقات الصخرية على جانبه مهم أودي ومن هنا قدر تميز ما بين الفالق والفاصل السؤال الخامس عرف الفواصل الفواصل هي كسور في الصخور الله تم انت قلت لي الفوالق هي كسور في الصخور اسمع بيت التعريف الفواصل هي كسور في الصخور ولكن بدون إزاحة أخطر حتة في التعريف هي ولكن بدون إزاحة وتوجد بوضوح في صخور الحجر الجيري من عصر الإيوسين بالمقطة أنا دلوقتي قدامي صخرة هي حدث بها فاصل ومزالت زي ما هي بدون إزاحة وبدون حركة يبقى الكسر اللي حصل دهو بسميه فاصل وليس فالق مع مرآة أنه إذا حدث في أحد الطرفين أو كلاهما حاركة أصبح فالق ترجمة نانسي قنقر